أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات استراتيجية راسخة شاهدت تطورا مستمرا على كافة المستويات في ظل ما تحظى به العلاقات الثنائية من دعم واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة منوها سموه بدور مصر المحوري بما يحقق الأمنى والاستقرار في المنطقة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة سعادة السيد ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين حيث نقل سعادة السفير تحيات معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما حمله سموه نقل تحياته إلى أخيه معالي رئيس مجلس الوزراء المصري وقد تسلم سموه رسالة خطية من أخيه معالي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية تضمنت دعوة سموه لزيارة مصر الشقيقة حيث رحب بهذه الدعوة مشيرا إلى أن الزيارات الرسمية المتبادلة تصهم في الدفع بمسار العلاقات تحوى أفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بما يصهم في توفير المزيد من الفرص الحيوية التي تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين مشيدا سموه بإسهامات الجالية المصرية في عملية التنمية بمملكة البحرين والتي هي محل تقدير من المملكة وخلال الإقاءة تم استعراض آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سعادة السفير المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بتوطيد العلاقات البحرينية المصرية ومواصلة تنميتها متمنيا لمملكة البحرين دوام الازدهار والنماء